السلام أخوتي المهم هذه الثلاثين مزروعة عندي في المنزل في وعاء اليوم إن شاء الله سوف نريكم كيف تزرعوها عندكم في المنزل في وعاء بطريقة سهلة ومبسطة ويجب أن نعرفها كل شيء عندك قاعدة ولهذا سوف تتبع الخطوات التي سوف نقول لك وإن شاء الله سوف تكون لديك نتيجة مذهلة فأنا هنا عندي جميع أنواع دلتين وعندي بزاف دل الشجائل كيف ما غاد نوريكم وغاد نوريك ذلك يا أخويا بالدليل إن شاء الله فعلى بركة الله نبدأ في طريقة الزراعة فعلى بركة الله أخوتي كيف ماذا فأدلي صاشي مزيان يا أخوتي الغرس المهم لما عندك شدلي صاشي تقدر تستعمل أي محظة كما كان هذا على سبيل المثال أولى خدش واحد فعلى هذا المهم أي حاجة قدر تغرس فيها فالمهم أخوتي أنا كنزراء في هذا لي صاشي كنا أخذوا طراب ديالنا شعجة فيها الطراب محبق أولى صاشي كيف ما قلنا وكنا أخذوا قلم ديال أي يتين أحبيت يوم الأحسن ما يكونش قطع من الفوق دياله عند تقطيع الفوقانية كتعفن أولا ما اللي كتسب الشاق أو كترش بالماء كتعفن لك من الفوق ومالتحش يكون مقطع على هاد طريقة هاد يكون مقطع مقاد ميكونش مائل مهم ما لنا أخوتي كننخطو قلم ديالنا وكننجروه من الأسفل دياله على هاد طريقة هاد باش كنحفزوا الجودور على النوم بسرعة ولهذا كننجروه من الججناب على هاد شكل هاد كيف ما كتشوفوا ومن بعد كنشقوه من الوسط دياله كنديرو فيه بحل علامات زائد على هاد طريقة هاد كيف ما كتشوفوا ومن بعد أخوتي بكل سهولة كنجيبه توما يعني فصل ديال توما علاش كنستعملو توما توما كتتابر هورمون تجديري يعني كتشجع الجدورة على النوم بسرعة وفي نفس الوقت أخوتي كتحملينا يعني القلم ديالنا باش ميعفنش من الأسفل دياله فكين بزاف ديال الطرق كيديرو من غير توما كيديرو البصلة على سبيل المثال او الأورويفيرا او لسينيال لسنان يعني كنا عدة طرق انا وليش مؤخرا كنستعمل توما حانط طريقة ناجحة مئة بالمئة كنأكد لكم على مئة بالمئة ومن بعد كنسقوه المحبق ديالنا على هاد طريقة دي كنسقوه مزيان اخوتي علاش كنسقوه مزيان باش نستفرغوا منه دك الهواء اللي كين الداخل حانط الهواء هو اللي كعفل لنا القعلام ديالنا ولا هاد اخوتي نسقوه وسقيا مغمرة يعني نسقوه مزيان عادة باش نغرسو القعلام ديالنا ومن بعد كنعملو شي تقم في التربة على هاد الشكل اللي كتشوفو وكنجيبوا القعلام ديالنا كننغرسوه بكل سهولة واهم حاجة ما تنساهاش ايا بسم الله قبل ما تزرع اي شكلة مهم ما علينا كنضغطو التربة من الجانب ديالها كيف ما شفشو وكنعاودو نسقوه باش كنستفرغوا خرجوا ذاك الهواء اللي كين ما بين القعلام والتربة وحتى القعلام كيشد المكان دياله اما بالنسبة للهواء فهوار كيطلع هادو الثقاعات اللي كي بديو خرجوا من التربة في الماء هادك هو الهواء من بعد اخوتي كنجيبوا قنينة على هاد الشكل هادا كتشكون مقطوعة من الفوق وكنوضعوها على الطريقة هادي وكنضغطو عليها من الفوق ديالها ديجا قلت لكم اشنا هو الدور ديال الطنين لقلنا كيشكون قد درجة الحرارة قد درجة الرطوبة المهم كيشكون لك تقلجو اللي يكون في شهر مارس سبحان الله المهم اخوتي باش نحافظوا على الميصداقيين اللي بيناتنا غدي نوريكم جدورة دير هاد الشتلة اللي هي اصغر شتلة عندي هنا فاخوتي صراحة الله ما نقدرش نوريكم شي شتلة اللي هي كبيرة حنت غدي نخرجو جدور دياله والجدور غدي ضربهم البرد وهكا تقدرش موشي وهكا غدي بقى في الحال من لخر ما نخديش اليكم ولهذا غدي ناخدو هاد الشتلة اللي هي صغيرة وغدي تشوفوا الدليل هاد وخش موش مشي مشكل وخلج حنت جدور دياله غي يضربهم البرد ولكن على قبالكم باش نحافظوا على الميصداقية كيف ما قلنا وهو مخوتي الجدورة دياله كيف ما شفشو وهكا غدي نرشو شوية ديال الماء بالبخاخ بس الزيت توضح لينا الصورة مزيان وهالعماية قدامكم مخوتي كيف ما كتشوفوا هادية اصغر شتلة قتلكم عندي فهذا وقت موش مشي موش كيل اخوتي وذاب اخوتي نلوزل الطريقة ديال السقي ديال التين التين اخوتي ازع ليه الجافاف يعني خص التربة حتى تجف التربة عادة باش نسقيه إذا كترتيليه المبزاف كي بدي طيح تيمار دياله وفي نفس الوقت كي عفن وتقدر تموت لك الشتلة ولهذا اخوتي خصنا نسقيه حتى تجف التربة دياله ومن كتروش ليه المبزاف وخصنا مرة مرة نقلبوليه التربة المهم انا كنستعمل هاد الفوشات عندي في الدار قطعت ليها السنان الوسطانيين وخليت ليها جو جديد السنان على هاد طريقة هادي كنقلب بها التربة راح يدو الحشائش خاصة دائما نحيدوها هاد الشتلة فانا يلا اسقييشها مبارح بعد ما كانت جافة وده باخوتي ندوزو السؤال لمطروح وكيدور في الدين ديالك الى زراء الكرم في المحبق واش الجدورة ما كيكبروش بزاف او لا خاصة جدورة باش تقديني التيمار لا خوتي كي تعطيك التيمار في المحبق وكيكونوا تيمار قليلة وده بغا نوريك طريقة باش تقدك تيمار كثيرة ان شاء الله اول حاجة كنديرو عملية كنديروها في شهر مارس فقط كنشدو العصيس ديالنا او المحبق كنخويوه وكنقطع الجدورة من التحش وكنقطعوه من الفوق يعني كننقصو الشتلة ديالنا من الفوق ومن التحش هذه كتسمى عملية التقزيم فحل مثلا في هاد العام عطاعتك ستة او سبعة ديال التيمار ففي العام المقبل من اللي غدير لها هاد طريقة اللي قدتلك يعني انتش خوي محبق وكتنقص جدورة من التحش وكتنقصها شوية من اللي فوق هذه كتسمى كما قلنا عملية تقزيم فالكانت كتابة استقفف ففي العام المقبل ان شاء الله تقبيه غدتك انتاج غزير يعني غدتك الدوبل ديالك الشي اللي عطاعتك وهالطريقة كتبقديرها لها كل عام ولكن في شهر مارس بالضبط من الدراج في شهر من غير شهر امارس حانتي هتنموت لك الشكلة ديالك وكيف ما شفتو اخوتي بهذا البساطة يمكن لك زراعة شجرة التين في وعاء عندك في المنزل ويمكن لك انك تولع بها وتحصل منها على تيمار واذا عجبك المحتوى ما تنساش الدعم معك بلايك واشتراك وانتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة